الحديد نحييكم في الجزء الثاني من برامة جحكي بانون على الهواء مباشرة على قناة البلاد الحديد الآن كما قلت سيكون عن سلك التحكيمي واجتماع والإتصادي بالحكام والحديد طبعا وتجديد اللاجة ما تعلق بالأخطاء التحكيمية الكاريتية في الجوالات الآخرة كما سنتوقف عند عقوبة سامر زاوي مدر الفريق صفاء خميس مليانة الذي عقبه بستثثة أشهر بسبب ماذا؟ بسبب تصريحاته عن وجود تلاعبات في مباراة فريقه ضد فريق تراجي مستغانم وضد فرق أخرى تلعب في القسم الثاني هل من يتحدث اليوم حول الظلم الذي تعرض له طبعا كمدر بيعمل طيلة أصبع ولا لست مدافع عن سامر زاوي يقاقب بستثة أشهر كان من المفترضة لجوة التحكيم ولا لجوة الانديباط ولا الرابطة ولا الاتحادية ولا المسؤولة على قسم الثاني هوات الرابطة اللي هوات يستدعي سامر زاوي يتكلم معه يقول له هل عندك أدلة هل تتكلم اليوم باللي كانت تلاعبات وحسيت فيه تلاعهم من طرف الحاكمة وحكام المباراة أو من طرف بعض اللاعبين أعطي الأدلة لازم تستمعوا له نحن عاقب فقط عاقب ستة أشهر ما تكلموش لازم ما يتكلم للمدرب ما يتكلم للمدير الرياضي ما يتكلم اللاعب ما يتكلم رئيس النادي ولكن لا يمكن لكم أن توقفوا أي بلاطو أو أي منشط أو أي صحفي بعدم الكلام احتفلنا مخاخرا باليوم العالمي لحرية التعبير سأتحدث اليوم وغدا وبادا غدا إلى أن يريد الله الأرض وما عليها ولكن كلمة الحق وليس للتجريح في الأشخاص ردما تعم تويترو الفصاصي نورمال عادي مدربي يصرح بعد نهاية المباراة بعد هزيمة باللي يودي هارمنا سائمنا من الأخطاع التحكمية وعن وجود تلاعبات وفاساد طرفت على خمون دابسة أشهر سمدوك أي مدربي يشوف حاجة لازم ما يحضرش يبقى ساكت هذا هو الهدف تحم هذا هو الهدف تحم باش المدربين ما يحضروا شوف معليش يكون فمت بيع وشراوه ذيك ولكن عدم الكلام لازم واحد ما يتكلم سامير فمتني زاوي كانت عنده الجرأة والشجاعة ونعرفوه لعب دولي محترم ومدرب يعني كف لكن لازم نتفهموا حاجة سي كمال تفضل تفضل رضا المدربين اللي يتكلموا يتكلموا باللي هناك بيع وشراوه ذاك هم المدربين النظاف لأن واحد في المنظومة عمره اللي يتكلم على البيع وشراوه فهمتني كمال الناس اللي يتكلم بشجاعة وتكلم بهذيك فهمتكين النظافة يتكلمون هناك مقتنماني محمية لأي شخص ساعة شخص تشوف عادي اليوم أي مدرب يصرح بلي يتعرض للظلم وفي أقطاع تحكيمية وفي تلاعبات روح نعاقبوه شوف كمال هدوش قدروا يديروا هذا المسعودين تاكور القادم جزائريا كمال والله أنا نظن باللي زاوي قبل ما يتحدث باللي بهاد تصريح أنا منتقن أنه كان على باله بالعواقب بتاعه وكان ينتظر بلا راح يتعاقب على باله لكن حجة الفيدرالية صح القول أنه سامير زاوي لم يأتي بالدليل المادي لوجود على وجود تلاعب في المباراة صح ممكن ما عندوش دليل مادي لكن كين فيديوهات كين محافظ المباراة كين لقطات تعمل صوري الهوات يظهرون كيفاش كانت وكانت محافظ نحن للمباراة نفكرون مع الخروب تصوير هاوي هاوي ثم تصويرتها الهاوي وتعرف ماشي كيف يبكي شو الليماجها ديك اقترح هاداك الهاوي أنا نظن ثم يدربو من الخطرات المتحدة كما قال تعطرش ما تعم من أخ ما تعم باش ما ترجع يخدم المادي شدينه وش حد من يشجعك ماشي حد من يجد يقدر بناد ميغلق فباة يعني أنا والله غير شوفها ممكن ما موافقهمش في هذا الباب ممكن ممكن سامير زاوي كان قدر يكون ديبلوماسي أكثر لأنه على باله بالله وراح يتعاقب عقوبة شديدة كان قدر يكون ديبلوماسي يقول يعني ربما يغير المصطلحات هو شغل أهضر كلام على بيها الفيدرالية جابوله عذر تعجبنا دليل مادي فهمت لي شغل قال لك سراو عفيس قال له المامو كان قدر يقول ما على بالي شنايا الناس اللي راهي تتلاعب كورة القادم ربي وكيلهم وخلاص بشرح لاندخطة رقم رب بسرعة رضا كانوا قادرين هم يفتحوا تحقيق تفتح تحقيق يا أخي عندك لزيماج وعندك تقنيين جيب تقنيين وفتح تقنيين محافظ المباراة ووش كان يدير محافظ المباراة ووش كان يدير الحافظ هذا محافظ المباراة وكاتريا مربض وليزار بيتلير ناجين لهم هذا ألا بك وحد من المنظومة الفاسدة تحت على كورة القادمة ماشي كلهم ماشي كلهم كان شوية نزاهة كان شوية نزاهة أنا معاك أنا معاك ولكن نعطيك ثمانين بالمئة أنا معاك ألا بها كورة قادمة مؤخرا مراسل قناة البلاد في أحد المباراية تحيذكرني وليد مرجاوي يعني تم طرده رغم أنه عنده تكليف بمهمة مباراة لا أدري وليد فيه مباراة عنده فيه مراسل قناة البلاد تم طرده ويخراجه من الملعب رغم أنه عنده أمر بمهمة أمر بمهمة بتغطية المباراة ولكن في كل مرة ناجد صعوبة من طرف بعد من يحبون المسؤولية كامل هاد القصص منع الصحفيين والله مليون شفانا يا عندي دوك 24 سنة والله العظيم تقريبا كل مباراة كل مباراة نلقى مشاكل باش ندخل الملعب وباش نغطي المباراة دونك ماشي والله ما وليد والله ما وليد اليوم يعني هاد المشكين راه وقديم ليش وليد التمهم والموضة الجديدة قبل ما نجي لحس النظاف لما شاهدوا مباراية البطولة في الرابطة الأولى وعلى بناتكم قال حاساسية ليقعدوا مكام مصورين أنا جميعا من اي sich ملوضيان في سوري ملوضيان في الليلة وممتاز في ذكرية ونفسي سيربي كامل لغاية بلغيت رأي عيبات ونفسي ليس ملوضيان رأي عيبات هل نظافا نظافا يا چهدت عالي سرطة كيفون يجبون القاهام تقريبون ملتيمة بشذر فلا يسيبانا فيه اخطي ما فيه المهنية اليوم فيه المهانية في أن تنع groups نصر الى غاية يومنا هدا يبقى صرد نديم ايه في قبري لانه الاعلامي والصحفي ما يمتش الميول تاعه في المهنة تاعه ولا حتى في عيات العادية والله ما تعرف انا وش النصر ماش كنتو رفسي نربان خلطوا المهنة مع المهنة انجانا هكدا يعني انك تيب الليلة وبجيلي يعني انك في نصر يعني انو مامو بنادم يقدر المهنة تاعه ويطلعوا المستوى هاد الناس هدوبها فور الفون هدا كاعلامي فكود صراحة مامي مامو اوه بالله غير بورصة في شي هكدا يعني اوفيرت ومون صح يعني خاصة انك تكون تكون في اداء مهمة ما تكونش اداء مهمة تكون خارج نطاق العمل والله ادير وش حبيت لكن لما تكون في عمل في اطار عمل على الاقل على الاقل كونك حيادي وكونك موضوعي في لقاء شلي ويد مرجعو لقاء مولودية الجزائر الجموغرافي مقرأ يعني محافظ المباراة طرد مراسل قناة البلاد دولة الجزائرية يعني طارد الصحفيين وتكرمهم وفيه حرية تعبير وفيه تسهيلات وكل الدعم من طرف المسؤول الأول للبلاد جينتكو ميسر ديوماتش مولا ديليقي هكدا بقدرة تقدر عندك شوية مسؤولية هكدا ايا خرجها يا قدام او معلبيش بالمهمة تاك سنقودنا هذه المحافظة المباراة طبعا في الأعداد القادمة من برنامج حكي بالون بالصورة وبالاسم حتى نضع كل شخص في مكانه لابد اليوم نحترم على قناة البلاد والزمالة في القسم الرياضي لقناة البلاد يسممون ريدا ماتام رئيس تحادية يجتمع بنجد التحكيم بالحكام لأنه في أخطاء كاريتية في الجولات الأخيرة يعني ولا أحد ينكر الأخطاء اللي تصرى وليست يعني ماشي حاجة جديدة لأنه كل موسم فهذه الفترة بدت يعاودي يقولي الحادث على الحكام يعاودي يقولي الحادث على الأخطاء خاصة الفرق اللي تلعب على المراتب المؤهلة هي المراتب الأولى والفرق اللي تلعب على السقوط اللي تفادي السقوط دايما يعني نفس الحاديث أنا والله غير في مشكلة التحكيم يعني ممكن نقطة اللي ما عجبتنيش نقطة ما عجبتنيش هي لما حاكم لما حاكم أو حاكم مساعد يرتكب خطأ في مباراة ويغير إنصح القول نتيجة المباراة ويكون سبب في تغير نتيجة المباراة يعني الفيدرالية ما لازمش تشهر به كنا للمواسم الماضية أنا نجفة منذ وقت وارواح كان لما حاكم يغلط كانوا يبعتولوا إن كيستيونير يعني بعتولوا إن كيستيونير بيجاوب يجاوب على التحكيم وعلى الخطأ اللي يرتاكبوا لما يمد لما ذلك الحاكم يعود يرسل الاستجواب الفيدرالية للجنة الوطنية للتحكيم كانوا إذا شافوا باللي أخطأ يخليواه واحد شهر يخلي ويريح يخلي ويريح وبعد لما يتحدث يقولوا له لا يقولوا له عقبناك يقولوا خليناك تريح ركعيان ركسات يريح الآن لما حاكم يدير خطأ ولو يديروا بيان صحفي وينشره ويقول لك استدعاة للجنة التحكيم هذه الموضة الجديدة أنا غراني ضدها وبعد لما يتحدثوا على الأخطأ هناك أخطأ كارثية ويبقى أنا مانيش ندافع الحكومة سماني إن تتشير بالحكم وضعه مثلا في الهام أو في المونت باللي لوجهة الانضيباط أو الاتحادية تستدعي الحكم الفلاني بعد ذلك شوف إهانة الحكم إهانة وكأنك شغل تتهموه ويشغل بلي أو يتلاعب بالمباراة بارك الله فيك أنا نقطة مهمة شغل أنا هذا النقطة والله يخليها في السيرية كانوا يبعتون لهم استبيانات كانوا يستبيان يريبوندي المهم علي داماتي تفضل تكمل كمي الفكرة ماذا كأن نكمل بارك ما أريد أسمح لي وماذا أنا نظن كأن نقطة أخرى لازم ناخدها بعني اعتبار ممكن كأن بلك فئة دارتها يعني عن قصد لكن يقعد هذا الحاكم بشر يقعد هذا الحاكم بشر ممكن يخطأ تحت ضغط تحت أي ظرف من الظروف جيد يسمي لكن يبقى بشر بشكل مهم والله يشوف كي نتكلموا على الحكام نتكلموا على بعض كيفية ترقية هذا الحكام كيفية شرم يترقاوا ما هم المعايير تحت ترقية هذا هذا هو الشيء نتأسف هناك غموض كثيرة في هذا الحكام هكذا يصبح حاكم فهمت فيديرالي يشوف يصبح حاكم فهمت دولي يشوف يصبح حاكم فهمت دولي كل شي بالمحبات لكن اجتمار استحادية مهمة ردا ردا لا والله حاجة ما تتغير كمال اجديد الله جمعهم على الأقل يصطح بيك ويصطحوا حاجة ما تتغير راح تشوف يعني في البطولة أو في الجولة القادمة راح تشوف الكوارث وراح تشوف أنا نظن كمال لازم نجيبها من القاعدة تكوين على الحكام هذا لا نكون فيهم في أعلى مستوى هذا هو الشيء وضيف لذلك تقنية الفار يتكلموا راح ينجيبوا الفار يا أخي الحمد لله عندنا الآن ملاعب في أعلى مستوى لازم أنها تقنية الفار ولكن لازم تكوين على الفار ولازم يكونوا هناك في الفار حكام مخلصين جيد يا أخي نشوف تكويننا تم كينين وشحاله نحن نهضره على التحكمة دا جاودي ديتيان بلزير ديتيان ديفر ديتيان تلزير ديتيان تلزير ديتيان بلزير ديتيان لا يوجد أحدث لأن البعض يرى جهة بأنه يسممون أنه فيها حملة ممنهجة ضد عبي تشارف و ضد الكلام سمعنا ديسكورس في السابق و في الماضي الناس اللي كانت تحكيم اليوم ما عودت بدلة الجهة قالك لا ربما رأي الاتحادية المستهدفة و عبي تشارف رأى مستهدف و مازالت الأطراف اللي تتحكم في فكرة القادمة ما زالها هي تتخلطة بالحكام نقدر أنني عندما عندي قارة عندي قارة سيد أنه الحاكم الفلاني والفولة العلاني نباتهم راضي أبي إذا عندك الأدلة كأمال جستمو إلى ماذا أفضل اجتماع الحكام و وليد صادي اليوم أنا مدابية ليس يشدد اللهجة أنا جوري إيمي يعني واحد في منصب في منصب رئيس فيديراليا يلقى الحلول باش الأخطاء هذه ما تكررش يلقى الحلول باش يحمي الحكام لأنه مام الحكام ما رأى همش محميين نحبولا نكرهوا الحكام ما رأى همش محميين سي بورسال حاكم ديجا يدخلها ويدخلها ويدخلها تحت الضغط سي سيمون لازم تلقى حلول باش ترفع بالتحكيم مش ينشدد اللهجة نقدر نشدد اللهجة ويخرج ويروح ويعود نفس الأشغر لكن لازم ننقو حلول الحسن هاي كمال كمال سيبون ما هذا يكين هادون 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 يسموه فاشل واحد كي يحطوك مسؤول على حاجة لازم تضبط كلش هادون رئيس الاتحاد يابيك وحتى مراماتي ليهو هادون من العاملي فاتاني قبل ما يجي حكالوا يحطو عيبات في فليزاربيت وقدم مسؤولين هادون سيحسنا مامارشي يسمى كين فاشل على فاشل هادون يفوروا كيفية ترقية هذا الحكام يكونوا في الرابطات فهمتني ما يخفكهم شاني في الرابطات هناك تلاعب فهمت في البطولة البطولة الولائية والولاد فهمتني فهمتني معلومة أنه معظم الحكم نقولش كامل فهمت هو الولاء الرئيس الرابطة رئيس الرابطات فهمت حابين يطلعوا فهمت فريق في الولائي ويكون هذا الحكم ويدير له الأمر تاعه ويرقيه هذه هي كيفية ترقية حكام معظم الحكام فهمتني وهذا شي خطير أنا نظن كانت هناك تلاعبات في البطولة البلجيكية وحطوا الحكام تحت المراقبة السماعية سوزيكوت وكشفوا كل الحكام بما فيهم رؤساء الفرق بما فيهم مناجرة بما فيهم كمال صحفيين كانوا يمدحوا في الحاكم وهو يدير في الأخطاء ولكن صحفي هذاك يمدح في الحاكم ويمدح جبوا تترزوا وهذا والشي المطلوب من الدولة الجزائرية لعين النظف لا لا يجب أن نعطيك سعر من هذا العام نسمعه نحن نكبره ويجب أن نتغير يجب أن نتغير يجب أن نتغير إنسان يكون مسؤول يكون مسؤول على الصح ولا يغادر ما فيه ما فيه فاشل على فاشل هكذا ويهبط المستوى نحن نجب أن نطلعوا المستوى نجب أن نرى تركيبة السيافة يعني من اللي يصفيدو كابا لك واحد موقت بعد دخلي الحموم ربما يعني لما خلنت نجي ذاكرة بعد دخلي الحموم السيافة كان دائما شغل شخص واحد هو اللي يدير تعيينات هو اللي يتعيينات تعال القسم الأول والقسم الثاني أنا نظن أنه تقسيم المهام من صح القول ما كانوش يعني ما روش يكيزيستي في لجنة التحكيم شغل وهنا شغل عبيد شارف أنا نظن أنه شغل كما يقولوا إحنا ياراه يعني كل التقل كل التقل راهو طائح عليه أنا نظن إلا فالو على الأقل رئيس الفيدرالية يدير معاه بزاف يعني يدير معاه تركيبة بشرية كبيرة تسعدوا في أداء مهامه والأحسن يكون بمستشارين واحد مستشار في المجال التحكيمي واحد مستشار في المجال الفني واحد مستشار في المجال القانوني كفأ كفأ فعنده صلاحيات يعني أعطي الأمر أنا أقدر ما لفريد على أن أقدر الميل كمال نحن هنا بفديو كلم شوف راح بشاري أعداد هذا وشي و راني نشوفها في الأدتين راني نشوفها في الانترم بفديو الأور مفهمتنا لماذا لا نضع كل هذه الأشخاص نحايتهم في سلول واحدة نجيبهم بشاري وحيمودي ونجيبهم ولازم تخدموا لصالح الوطن بالفعل لصالح الوطن ويبقى الولاء هو لله وللوطن نقطة إلى الصدر كي لديك النرجاسية زائدة يا رب نفسي هو المسؤول ما لازم تنتقدوه ما لازم تتكلم عليه هراكوا في كورة القادمة فقط أنا نتكلم على كورة القادمة أنا نتكلم على جانب فني وتقني وأقطات حكيمية وتسيرية أنا نتكلم الأشياء التي يشاهدها الجمهور الرياضي المتابع للشعر الكوروي هاد النقطة راكوا حابين توقفوها باش تبقوا وتلقوا روحكم تفعلوا أي شيء ما كاش لي عرضكم بالتلعب بالعكس كي نيجي في البلاطوها يدافع عليكم ورا نشاهدوا الإنقساماتك كل واحد يدافع على التكتل وفجأة تحولت السماء وزراء إلى زرقاء والأرضية تحولت لأرضية الخضراء والكل يمرح والكل يله والكل يلعب سبحانه مغير الأحوال في ست عشر كليش تغير المنتقدين قلوا بالكلام العدب بالكلام المحسول إلى القيمة التي لئبت اليوم بملعب نيرسو المنضيلا بين اتحاد العاصمة وشابيبة القبائل هدفان في كل شبكة لحس النظاف شابيبة القبائل قبل الحديث عن اتحاد العاصمة بإدارة جديدة سبع نقاط في ثلث مباريات فوزين وتعادل تؤكد أو تجديل ثمانية أهداف بعد عدم تسجيلها في ست مباريات متتالية لأن المشكل كان المشكل ديهني بسيكولوجي نفسي أكثر منه عنده علاقة بالمستطيل أكثر نعم على كل حال وتبدل الأطاة الإسبراء على كل حال مع الصنة النفة اللي جاب برزيدنت كونسيدة المنسترسيون الدارة ومحمس ما زال إلاريانة انقر استالي على كل حال ما زال ست ماتش أو يجيري هدل ست ماتش بالمستطع على كل حال إلا موتيفي الجوار على حسب قوش فنالك في التواصل الاجتماعي ومتمنى لهم كم يقولوا هاد شبان هادو ما انتلقوا متمنى لهم ناجح همام هاد إدارة جديدة إدارة هادو لحس الكلام سابق شابة القبائل وش مامشاش هاد الان في جياسكا بكل صراحة هاد صح لو ايه اللاعبين هنو ايه خلني قولك متواضعة ودون متوسط ما احترامنا اللاعبين متواجدين في شابة القبائل مقاتن بلا جياسكا الليلات فيها انت وتعرفها جيدا للا جياسكا كانت جيب لي ميرجوهر الاحسن في البطولة تديه كاين بزاف هم يحضروا على الجوار لازم يحضروا دي جوار ملاحوهر دراهم حطوا البيجي اه حطوا البيجي وخرجوا دراهم لازم وسموا الشركة لازم تمول لا لا ماشي هكذا هي لازم تكون رؤية كاين شبان ليسوا وش حاجات الفارق تقدر تدير معهم كما يقولوا لوساتير هم تجيب واحد زوج ثلاثة ربعة ما تجيبش طناشن جوار تجيب طروا شوفروني واحد نقولوا سنترال أريال سنترال واحد في الوسط مليح مليو شوفروني سنترال من المعارضة الفئة التي تتكلم فئة الجمهورة تحدثها هل هي فئة كبيرة أم قليلة أم تؤثر عبرها الفضل الأزرق لا أدري الله أعلم لما أي لعب يسيني ب700 و600 مليون أموال الشعب وركوا تبدلوا في الأموال وبطولة ضعيفة وهذه اللعبين لا يستحقون أي هذه المبالغ ونفس الفئة هي التي تأتي اليوم في الفرق في شاب إبتلقى بائل وفي مرودية طهران وفي اتحاد العاصمة وفي وفاق السطيف وفي مرودية الجزائر وفي أنا نتكركم الفرق دون سواسين نتكركم قعلة بالك وفي شاب قسنطينة جيبونا لي جوار نسحقوا الإدارة خرج الدراهم أنت هو المناصر أنت هو نفسك اللي تنتقد أنت هو نفسك اللي تطالب هذه الإدارات أو الشركات هادو بجيبو لكم جوارتها على المليار ومليار ونصف وتكلمتها على التوائية والتحسيس ما يشعبوني الكلام كل واحد حر في نفسه كمانا خلي إن شاء الله يدو قعد رهم ويدوهم بصحتهم أبقى أنت غير سوف أعيط وقول لا 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 ونتقد بقول لا لا لازم يجيبونا لي جوار يوسف سيبانر معا بالطبع هل يوني الحياة أن يتطلقون على المدينة لكي يقوموا على قصد 9-100 مليون من مليون كمانا حسنا تحدثنا تحدثنا قلنا لما الناس الدرايري تسمحو لي على العبارة الدرايري عندهم دي باج تاع سين سون بيل تاع 1 مليون ويغيروا الرأي العام ويغيروا ويحبو لما الناس كما أعرف بالله أعرف بالله الجمهور ماشي غير يتحكم في كورة القادمة أنا أعود نقولي شابية القبائل شبيبة القبائل أنا أظن المشكلتها كان في الانتدابات الصيفية والشتوية يعني كما نقوله إحنا يا من يش حاب نقول كلام باللي خدعوا الفارق خدعوا الفارق في ريكوريتمو وخدعوا الشركة المالكة لأن الشركة المالكة يعني كانت رجل داخل ورجل برا لما دارت تدقيق كامل الشركة لنساد تدقيق أنوديد فينانسي وخرجت باللي في شبيبة القبائل كاين يوندات دين تلتميات مليار سنتيم في شبيبة القبائل تلتميات مليار سنتيم فيها مية وخمسين تاعة سيديدات فيسكو يعني تاعة لكناس تاعة لزانبو ومية وخمسين وحد أخرين هادو قايتك سيديدات فيكتيف لابليو بارا سيديدات خيالية رؤساء اللي تعاقبوا على شبيبة القبائل كانوا يقولوا حطينا عشر ملايين أنا حطيت عشرين مليار هادو قا ما عندهم ما كانش انتراسابيليتي ما داروش انتراسابيليتي دوك شاركة واش دارت هادو العام هادو العام سيتشوناني ترونزيتوار شاب موبيليس واش دارو دارو تطهير مالي وإداري للفارق دوك من المفروضة بعد هادو المرحلة الفاريق هو راح يروح المرحلة تانية مرحلة وين الان يهتم بالمشروع الرياضي تع شبيبة القبائل أنا نظن لو الأمور مشات هكذا شبيبة القبائل ممكن العام المقبل يعاود ديولي ما يديش تيتر ولا يكون يعني يكون فاريق يحسب له شوف كين تانية نقطة مهمة في شبيبة القبائل كين عمل عمل كبير على المستوى القاعدي لجون كاتيغوري تع شبيبة القبائل قبل سأليم من ناتي لا قبل سأليم من ناتي دوك الجيك شوف قبل سأليم من ناتي كين يونسي بن صافي هادو ما خدموا داليل العام لفات لي او كنز دو شمبيونة هاد العام كل فرقة تع شبيبة القبائل الشبانية راهي فوق البرديون لي او كنز زادوا الدواء بغلات دوزين فوا دو سويت لكو بدرجيري وزاد كيزاد جا ساليم من ناتي وجا تاني مأهوة الدخول مقبل تحدثنا عليه كريمو آراجي هاد زوج تقنيه زادوا جاو زادوا وخدموا انا نظن انه كريمو آراجي كفاءة لمهم مش اعلاميا بارك الله وفيك كريمو آراجي هاد كفاءة انا ولا ما نعرفو شخصيا نعرفو انا ولا مش شخصيا يشاهدو له بالكفاءة وننزكي على الله احدا خدموا دونك كامال وش حبيت نقول لك انا تاني النقطة اللي غايدتني في جاسكا قلت لك خدعوها خدعوها دون لسانس في ريكريتمون مدلك ميتال صغير حمرون جابوها من قاطر امضاف تيليفور من ضاف الهاتف مع ايد جودي قالوا راني زايد في الميزان باربع كيلو جرامات لما جا يمضي القاوة زايد بتسعة كيلو تسعة كيلو اللاعب اللي يلعب في بطولة محترفة في قاطر سوى ديزون دونك موسوفا جابوها من تنزانيا شكون جابوه كيف سجابوه الناس على بالهم شكون من المناجره هذو مختار هشام أوليد فاميليا لعاب جابوه بسكرا كيف سجابوه كيف سجابوه شوف يعني والله العادم شبيبة القبائل خدعوها ولادها وبالتالي أنا نظن أنه ان شاء الله إدارة موبينيس استوعبت الدرس استوعبت لأنها كانت مركزة على التطهير المالي والإداري للفارق دوك نورمانمو الفارق راه خمسة وتسعين بالمئة ملك ليموبيليز بقوا تاني الجمعية العامة الأخيرة جيد وين المساهم اسمحي كامل المساهم كانوا إذن سيدي لزاكسيون تاوحهم شفاويا دوك لازم يروحوا للنوطير باش في النوطير يزيدوا الجسد ساودي لك ساودي لك الحديث ما تعلق بشبيبة القبائل وما تعلق أيضا بمبارة اليوم وما تعلق أيضا بوفاق استفق قمنا على التدبو بيدن